هل يشترط للدخول في الإسلام لفظ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا يشترط هذا اللفظ بعينه بل يكفي أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أو ما يعطي معناه كقول لا رب إلا الله محمد النبي الله ولو بغير اللغة العربية ومن عجز عن النطق بحرف الحائي فقال أشهد أن محمدا رسول الله بالهائي يقال له قل أشهد أن أبا القاسم رسول الله أما الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله بتشديد النون لم تصح شهادته لعدم إقراره بوحدانية الله فإنه كلام مبتور كمن قال أشهد أن زيدا وسكت من غير أن يأتي بالخبر